السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمحضرت اليوم اشتركوا في القناة ضمن مادة الروبوت لنتكلم بها عن انتقال فريم عن الاخر ودورنا لنفس الوقت يطلب منك transformation matrix اللي هي مصروفة رباعية 4x4 ومعطيك الرسم قال ايدة transformation matrix من الو بي كيف اقدر اجد المصروفة الرباعية ال 4x4 تقدر تقول بانه اخذ مصروفة الرباعي هذا اللي بالاسفل ماتريكس فتنزل بهذه الطريقة x a x a y a y a z a z a ليش نزلتها بهذه الطريقة لانه انا جيته الماتريكس ايه اللي الاسفل فنزلت x x x y y y z z z اما اللي مصروفة اللي بالعلاش اسمه بي عشان تنزله x b x b y b y b y b z b z z z المصروفة اللي بالاسفل تنزل على شكل خطوط مستقيمة المصروفة اللي بالعلى تنزل على شكل خط من يسرر نحو اليمين وخطوط افقي تمام تمام هذه مصروفة الحدلان مصروفة صف ثا عمود رابعفون الانتقال عمحور x y z الصف الأخير ثابت 0 0 0 1 زين نجي هسا اه كل بساطة اقول ها عندي ها طبعا نفس المنقول هون x a x b اشوف اشقد الزاوية بين اعتم زين محور x يعنو نحو اليمين ما للاي او محور x ما للا b وينو يعنو من الرأس للرأس اشقد الزاوية بين اعتم من هون اللي هوني 90 ومن هون اللي هوني 180 اذا الزاوية بين اعتم 180 طبعا الكلة حين نخللوا كوسين كلها كوسين 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 هادا الطريقة فقط تاخد كوسين ما تحتاج بها سين كوسين كوسين اليش كوسين بما انه كوسين فمهم مكان اشارة موجبه او سعلي لو كونك كوسين تاكرب الاشارة يعني كوسين 180 كوسين موجبه 180 احترلك نفس الناتش ما مثل السين او التام زين هسا نكمل الزاوية بين الواي او الواي والإكس بي الخارج من الورقة بهذا الشكل تمام و Eli بس fucking والإكس بي إحاول بقدر�� مكين كونها وطحة بالكاميرا الإلكس بي هذه الورقة هذا كجرغما و tied الواي تسعين كزط كوسين مجبه زيت مال هي للأعلى والأكس بي نحو اليسار اشغل ايضا هذه الزاوية لو اميلة بساك تشوفون فانه هتلاحظوا بانه الزاوية مالتق ايضا تسعين تقريب كل الزاوية تسعين عندك الواي بالواي انت همشي علمتكم شون تجي تسقط مثلا هاي تراسفورميشن بيبانه الاي جوه فتنزله واي اي زت اي بيبانه زت فوق تنزل اكس اي عفوا اه اكس بي واي بي وزت مال البي زين بعد ما نزلت مجرد عطشها الزاوية بين وبين يعني هسا الواي الى واي وين الواي اي الواي اي داخل والواي بي خارج اشقد الزاوية بين اتم داخل وخارج ايضا الزاوية مالتي مية وثمين تمام انا حاول بقدر ان يمكن ان نكون واضحها بالكامل الزت والزت ليش الزاوية بين اتم صفر هذه الزت وين هم اشرا للأعلى وهذه الزت زاوية مالة ايضا للأعلى بما انه اثنين المتوازين فاشقد الزاوية بين اتم صفر كون اثنين يمشيرون للأعلى تمام انت ممكن تطبقهم واحدا لا وتجد هاي النواتج ممكن تخليم كل هاي المكان خاصة نحكي على ايهاي الخانات تتكلمنا عنها هاي مجرور عدد تلقي زاوية وتاخد لك كوسين اخدنا عدد هم تسعة اخدنا عدد تمثيل اخدنا السطر الاخير صفر صفر وواحد يبقى عندي هوني الانتقال على محور X الانتقال على محور Y الانتقال على محور Z منيكتب لك T B الى A معناته من الأساسي معناها B هو الأساسي اللي فوق دائما هو المسيطرة تمام هذه T هي لها سيطرة زين الفريم B هو الفريم الأساسي الفريم A هو الفريم اللي تحرك اذا فريم B هذا اشهل الحركات ماله حطلك مثلا خلينا نقول ثواني خلينا اخذ هاي هاي القطة هاي القطة اللي اودت تحركها على وزن الفريم B اشهل هتتحرك هاكد هتتحرك على محور X هاكد موجب X هاكد سالب X بالنسبة للفريم Z هاكد موجب Z هاكد سالب Z فريم Y تتحرك خارج من الورقة موجب داخل الورقة سالب تمام تمام بالنسبة للفريم Z يقول الفريم يسعد أو ينزل هل هذا الفريم سعد أو نزل شوف موجب موجب هل هذا السنتر عن هذا السنتر طلع أو نزل لا اشقد هون قلنا حركة على محور X حركة على محور Y حركة على محور Z لا فريم Y اشي قللك دخل او خرج من الورقة هل هذا دخل او خرج من الورقة بعد عن نفس الوزن فريم X فريم ما للأي اما بتعد نحو اليسار او راح نحو اليمين نعم اقل لك الفريم A راح نحو اليسار بمقدار ثلاثة زين واني قدنا طبعا نتعديل بس على الحال انه هذا الفريم اش نقولنا هو الفريم الاصلي فريم B هو الاصلي فريم A هو بتعد بما انه مع حركة السهم وتحرك بمقدار ثلاثة فتحرك سالة بثلاثة وتحرك بمقدار موجب ثلاثة ليش؟ لانه فريم B واقف بهذا المكان فريم A كان ايضا واقف بهذا المكان لكن مشي بمقدار موجب ثلاثة على محور X بما انه X مشي مع اتجاه X اذا موجب ثلاثة وليس سالة ها كده يكون خرص السؤال اللي يحوي حلقة الفريم A اشتركوا في القناة